أكد الملك عبدالله الثاني وقوف الأردن المستمر إلى جانب لبنان وشعبه الشقيق وجاء ذلك خلال لقائه اليوم وزير الخارجية والمغتريبين اللبناني عبدالله بوحبيب وتطرق اللقاء إلى آخر التطورات الإقليمية والدولية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية كما أكد الجانبان أهمية تحمل المجتمع الدولي مسؤوليته تجاه اللاجئين السوريين ولسيما في البلدان المستضيفة ويستضيف الأردن ولبنان قرابة مليونين ونصف المليون لاجئ سوري على وقع ثلاثين سؤالا نيابيا ضجت القبة في جلسة رقبية اليوم بعدة مداخلات تطالب الحكومة بالرد على أسئلتهم حول وزارات وقطاعات حكومية أبرزها الإعفاءات الطبية وحول عدد من النواب أسئلتهم إلى استجوابات لعدم اقتناعهم بإجابات الحكومة ومن أبرز الأسئلة التي أثارت جدالا نيابيا حكوميا سؤال لوزارة الخارجية وشؤون المغتربين حول تعيينات الدبلوماسيين في الوزارة ووقع نواب على مذكرة لطرح الثقة بوزير المياه والري محمد النجار بدعوى عدم قدرته على إدارة ملف المياه من ضمن الأسئلة تعيين أمين عام للوزارة للشؤون الدبلوماسية والمغتربين من بين السفراء بقرار من الوزير وتكون له الأقدمية على الجميع أنا بدي أسأل معالي الأمين العام الحالي شو أقدميته على الوزارة والسفر الموجودين خدمته لا تزيد عن عشر سنواته وفي عندك ناس خدمته عشرين وخمسة وعشرين سنة لسا قاعدين على رأس عملهم كيف بتصير ما أنا فاهم تم إقرار التعديلات وفق الألية القانونية أرسلت التعديلات إلى ديوان التشريع بعد أن كانت قد نوقشت بشكل موسع في وزارة الخارجية أعدت هذه التعديلات اللجنة المختصة ثم عرضت هذه التعديلات على كل مدراء الدوائر في وزارة الخارجية في جلسة عامة وفي معرض دفاعه عن موقف الحكومة حيال ملف الإعفاءات الطبية جادل رئيس الوزراء بشر الخصاوني بأن نصف الإعفاءات التي اقتربت من خمسة آلاف تذهب إلى أشخاص مشمولين بتأمينات صحية مدنية وعسكرية وأوضح أن الحكومة اتفقت مع رئاسة مجلس النواب والمكتب التنفيذي على آلية الإعفاءات الطبية ومن يستحقها وأثار موضوع الإعفاءات الطبية جادلا نيابيا الفترة الأخيرة بعد تقليص الحكومة لأعداد الإعفاءات الممنوحة للمواطنين من خلال النواب وحول نظام الصندوق دعم الطالب أعلن الخصاوني تخصيص 12 مليون وخمسمائة ألف دينار إضافية هذا العام منتقدا ما توسم به الحكومة بأنها تضيق على المواطن قضايا مرتبطة بالمعالجات الطبية المفتوح بنقدر نحكي فيه بنقدر نحكي عن أربعة آلاف وخمسة آلاف إعفاء نصهم ليس لديهم اشتراط ولا أساس قانوني ونصهم يذهب إلى ناس مغطيين تغطية وتأمين صحي مدني وتأمين صحي عسكري ونصهم لأنه بدها خدمات فندقة لأنه مش عاجب لمستشفى الجامعة بدي أروه على المدينة الطبية والخدمات الطبية الملكية هذا خرجنا فيه من إطار العفاءات الطبية إلى إطار ثاني أنا أبنفسي عن أني أقعد أسميه وأطلق عليه أوصاف أعاد مجلس النواب هيكلة الأمانة العامة من خلال تخفيض عدد المديريات من أربع مديريات أو من أربع وعشرين إلى أربع عشر والأقسام من سبعة وسبعين إلى سبعة وخمسين ومساعدي الأمين العام من ثلاثة إلى اثنين إضافة لاستحداث موقع نائب نائب ثالث لرئيس مجلس النواب النائب الأول لرئيس المجلس أحمد الخلايلة قال إن اللجنة المشكلة لغاية إعادة الهيكلة استهدفت دمج مديريات تؤدي ذات الواجبات دون المساس بالموظفين أو امتيازاتهم دمج التعديل المسميات والأقسام أصبح لضرورات الضرورة الأولى أن أي مؤسسة لا بد كل فترة أن تقوم بتقييم نفسها الضرورة الثانية أنه الآن لما انطلقنا في منظوم التحديد السياسي يجب أن يكون هذا المكان وهذا المجلس هو المكان الأول المعني بهذا التحديد من هنا ستنطلق الحكومات البرلمانية من هنا سيكون المجلس القادم 41 نائب إلى 65 إلى 90 نائب من هنا يجب أن نتهيل هذه المرحلة الضرورة الأخرى الآن أطلقت منظوم التحديد الشامل عن سياسي اقتصادي إداري تطوير قطاع عام فحبين المجلس النواب وهذا واجب علينا أن نكون من أول مؤسسات البادئة بهذا العمل رفض تجار وضع بلدية إربد الكبرى حواجز إسمنتية على المدخل الشرقي لسوق الخضار الحسبة بهدف تخفيف الازدحامات المرورية أمام السوق تجار في الحسبة قالوا لرؤية أن أغلاق مداخلها الرامية إلى تخفيف أزمة السير وضبط دخول المركبات سيؤدي إلى تقليص مرتدي السوق في ظل صعوبة إيجاد مواقف قريبة لمركباتهم من جانبها أوضحت البلدية أن الإغلاق جاء بعد جولات ميدانية للمسؤولين بهدف تسهيل حركة المواطنين ومنع الإزدحامات المرورية لافتة إلى توجه لنقل السوق إلى موقع آخر بعد انقضاء الشهر الفضيل تم إغلاق مدخل الحسبة من الناحية الشرقية نحن نتمنى على الأخوة التجارين يتحملون خلال هذه الفترة لأنه نحن طبعا تم فتح مواقع أخرى للحسبة مداخل أخرى لذلك نحن وجدنا أنه هنا الموقع لما أغلقناه يكون في حرية المرور للمواطنين وخدمة أفضل للمواطنين وإن شاء الله هذا بس خلال فترة شهر رمضان وبعد رمضان إن شاء الله راح تنتقل حسبة لموقع آخر لأنه الحسبة راح يتمليها إجراء ثاني الإغلاق من ناحية تخفيف السيارات جيدة من ناحية تخفيف السيارات خففت السيارات كثير على منطقة الجامع كانت تعمل أزمة كثير أما من ناحية الشراء والقوة الشرائية خففت لأنه نريد كيلو لحمة أو كيلو فواقع أو نريد مر في سيارته تلاقي باركينغ تصف فبالتالي راح يتغلب ما راح يجعلين على المنطقة وإلى الكرك حيث جدد أهالي منطقتين مؤتة والمزار مطالباتهم بإصلاح البنية التحتية والشوارع التي تنتشر فيها حفريات وهبوطات منذ أعوام دون استجابة من البلدية أكثر من أربع سنوات مرت على هذا الحال في منطقتين مؤتة والمزار شوارع مهترئة وبنية تحتية تتكشف المزيد من عيوبها في شتاء كل عام رغم الشكاوى المتواصلة للمواطنين بصيانتها أو إعادة تعبيدها مشكلة قديمة جديدة تترك آثارها الوخيمة على السكان والتجار على حد سواء نحن في الشارع هذا تقريبا أربع سنوات أو أكثر ونحن نطالف إصلاح الشارع الشارع محفر وفي جوار وفي مشاكل كثير وخصوصا في الشتوية الشتوية الشارع هذا كامل شوفت عينك بيصير عبارة عن مية طبعا عنها حركة الزباين خفت بنسبة 70% صار أنا بدي نفسي أسلم المحل هذا وروح أشوف المحل عشان رئيسي لأنه هاي الشوارع لما تكون كلها لبص كلها مطبات كلها مية في الزبون طبعا دايركت ما بطل يجي بطل يجي على الدخل هاي وإحنا تأثرنا تأثرنا كثير والله أول مرة أشوف الشارع ما فيه إشي من مكونات البنية التحتية نهائية المنهو الزغير ما فيه في الشارع لو ترمي دلو مي زي ما قلت لك العام دلو مي واحد في الشارع بصير عبارة عن مستنقى بلدية مؤتا والمزار التي تقر بالمشكلة كشفت عن مساعل لحلها تتمثل بعطائين جرى المباشرة بهما بقيمة نصف مليون دينار لصيانة الشوارع ذات الأولوية القصوى في المنطقتين فضلا عن قرض ينتظر الإفراج عنه بقيمة مليوني دينار للغاية ذاتها الحقيقة شوارع مؤتا والمزار عبارة عن تركة ثقيلة يعني شوارع مدمرة بشكل فحاليا إحنا إيجانا عدة منح إيجانا تقريبا حوالي 500 ألف دينار طرحنا عطاء بمبلغ 240 دينار قبل شهر تم المباشرة بالعمل وحاليا جاري العمل في الشوارع المهترئة وتم طرع عطاء قبل أسبوع بمبلغ 250 ألف دينار والعمل جاري حاليا تم طرع عطاء من منطقة سكن زكريا في منطقة المزار لغاية المصرفية عن طريق أعضاء لا مركزية لغاية المزار وتم طرع عطاء كمان بمنطقة موته لغاية دوار إنجاسة عن طريق أعضاء لا مركزية والحمد لله الأمور ماشية تقريبا حاليا ننتظر في قرض بمبلغ مليونين دينار وأمام استمرار هذا الواقع لا يأمل أهالي المنطقتين سوى بإعادة إحياء مطالب قديمة جديدة بترميم البنية التحتية المتردية من محافظة الكرك أسامة لغذا رؤيا وإلى المفرق ومنذ أزيد من عشر سنوات دابت مجموعة من شباب بني خالد على تنظيم مبادرة لإفطار الصائمين وذلك للحد من الحوادث المرورية في الطريق الرئيس عند مثلث الحمراء الذي يربط بين محافظتي المفرق وإربيت المزيد في هذا التقرير إشارة مثلث الحمراء منطقة خطيرة جدا وصار فيها أكثر من حادث السير هنا أثناء وجبة الإفطار أثناء وقت الفطور فتشاورنا نحن والشباب البلد مع بعض أنه يعني شو رأيكم نقوم بعمل وجبة إفطار الصائم من أجل حذب من حوادث السير وكل وافق والحمد لله من لما قمنا بهذا العمل خفت حوادث السير كثير أحنا تقريبا من 15 إلى 20 شب المبادرة هاي للسنة للحادي عشر وإحنا يسيدنا العزيز إن شاء الله راح نظر نستمر للعوام القادمة إن شاء الله يرم منقدم شاي وقهوة وعدس ومية وتمر وشنينة ويسيدنا العزيز شو ما تجد بين نفسي مبادرة هاي ارتاح ثلة طيبة من أبناء البلدة بعمل مبادرة هاي وهي مبادرة أفطار صائم عم ثلث الحمراء كون يربط ما بين محافظة فرق ومحافظة إربد وهذه المبادرة هي طيلة شهر رمضان مبارك ترجمة نانسي قنقر